السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناتكم قناة سوبر وان التعليمية اليوم لدينا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية لسنة الخامس ابتدائي سأترك لكم هذا النموذج جاهز اتباعها في صندوق الوصف على شكل صور وعلى شكل بي دي اف لكن قبل هذا اردت الاشارة الى اختبارات فصلي رائعة جدا صادرة عن سلسلة مستقبلي الجديد في هذه الاختبارات انها طبعت هذه السنة معنى حسب التدرج السنوي لسنة الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين معنى الدروس اللي درسناهم هذه السنة نوجدهم في هذه الاختبارات اذا كل اختبار مثل السنة الاولى نجد فيها الفصول الثلاثة بجميع المواد ايضا السنة الثانية ايضا السنة الثالثة نجد كل المواد حتى اللغة الانجليزية ايضا لدينا السنة الرابعة السنة الخامسة اذا الاختبارات الفصلية نجدها في كل الفصول في كل المواد في كتاب واحد وفي وسط كل كتاب نجد كتيب فيه كل حلول هذه الاختبارات إذن هذه الكتب متوفرة لكل سنوات الابتداء بجميع المكتبات عبر ربوع الوطن ولما تعذر عليه ذلك يمكنكم الحصول عليها عن طريق خدمة توصيل إلى غاية باب المنزل بالضغط على الرابط الموجود في صندوق الوصف ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم الاتصال بخدمة العملاء على الرقم الواضح في الصورة إذن نبدأ بالتمرين الأول قال ضع صحيح أو خطأ أمام كل عبارة الجنسية هي تصرفات الفرد اتجاه وطنه المسئولية هي سلوك مدني وحضاري المواطنة هي أن نعمل كأننا عائلة واحدة إذن الجنسية هي تصرفات الفرد اتجاه وطنه لا قلنا الجنسية هي الرابط القانونية القائمة بين الفرد والدولة وبموجبها يصبح أحد سكانها مفهوم؟ إذن الجنسية ليست هي تصرفات وإنما هي رابطة قانونية بين الفرد والمجتمع إذن نكتب هنا خطأ المسئولية هي سلوك مدني وحضاري نعم المسئولية هي سلوك مدني وحضاري إذن صحيح المواطنة هي أن نعمل كأننا عائلة واحدة نعم صحيح التمنين الثاني قال لكل مواطن جزائري حقوق وواجبات قال أذكر ثلاث حقوق وثلاث واجبات تعرفها إذن لدينا حقوق المواطن مما هي حقوق المواطن؟ من بين حقوق المواطن وهي الحق في التعليم الحق في السكن الحق في الرعاية الصحية الحق في العمل الحق في العيش في بيئة سليمة إذن نكتب مثال الحق في السكن لدينا أيضا الحق في التعليم أيضا لدينا الحق في العمل الحق في العمل إذن هذه من بين حقوق المواطن الآن الواجبات ما هو شيء الذي يجب أن يقدمه للدولة إذن من بين الواجبات وهي احترام القوانين احترام القوانين أيضا تسديد الضرائب والشيء المهم وهو الإخلاص للوطن الإخلاص للوطن إذن هذه من بين واجبات المواطن نضيف واجبة أخرى مثال احترام ملكية الغير أيضا حماية الملكية العامة إذن هذه من بين واجبات المواطن الآن مع التمنين الثالث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم إلى آخر الحديث قال اكتب فقرة قصيرة عن معنى المسؤولية مع ذكر بعض الأمثلة عن تحمل المسؤولية إذن المسؤولية تبدأ من الأسرة فالأب مسؤول عن أسرته وعن أفراد بيته وفي المدرسة المدير مسؤول عن المدرسة والمعلم مسؤول عن قسمه إذن كل شخص لديه مسؤولية معينة إذن قال اذكر بعض الأمثلة عن تحمل المسؤولية مثال تنظيم حركة المرور إذن الشرطي هو المسؤول عن تنظيم حركة المرور مثال النتائج المدرسية نتائج ضعيفة أو نتائج جيدة إذن التلميذ هو المسؤول عن نتائجه المدرسية إذن كل شخص له مسؤولية محددة إذن إلى هون يكون خلاص معنا الفيديو تانا لنا اليوم أتركوا في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة